بعد طول انتظار التم الشمل وتم لقاء الأحبة الأسير عمار موسى 47 عاما قضى منها 21 عاما في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه بعد انقضاء حكمه الظالم شعور يعني صعب الوصف شكرا لبلدتي وأهلي اللي احتضنوني ووقفوا معاي شعور صعب له بعد غياب 21 عام وأنا رجعت ميلاد جديد لألي أنا اليوم ميلادي 18-8-2024 إن شاء الله الحرية للجميع واللي رب نطعمني هذه الفرحة إن شاء الله الجميع بفرح فيها برجع لبيته إن شاء الله سالم غانم بنعم بالحرية وكان في استقبال الأسير المحرر جماهير حاشدة من بلدة سيرة الظهر جنوب جنين حيث أقام كادر حركة فتح فيها مهرجان استقبال تخللته كلمات رحبت بتحرر الأسير عمار موسى وطالبت بالإفراج الفورية عن كافة أسران الأبطال من سجون الاحتلال يعني في الحقيقة هي فرحة فرحة في الوطن وفرحة في هذه البلد ولكن للأسف شديد فعلا هي فرحة منقوصة لما يحصل في البلد وما يحصل في الوطن وما يحصل في غزة ولكن الحمد لله رب العالمين على كل حال هذا الشعب خلق من رحم المعاناة وسوف يبقى في المعاناة حتى تحرير أرضنا ولو أدى إلى أسرنا جميعا وإلى استشهاد جميعا والحمد لله على كل حال الأسير عمار موسى اعتقله الاحتلال عام 2003 قبل هدم منزله بالكامل وحكم عليه ظلما وقهرا بالسجن 21 سنة عجاف فقد فيها والده وحرم من وداعه اليوم كل سيلة الظهر يمتلأ قلبها فرحا بلقاء الأسير المحرر عمار موسى بعد أن أحنى ظهرها البعد والفراق وتبقى الفرحة منكوصة حتى يتحرر كل أسران الأبطال من سجون الاحتلال محمود ساموري تلفزيون فلسطين من بلدة سيلة الظهر جنوب جنيل ترجمة نانسي قنقر